فاللهم يا رب رزقنا رزقا حلالا طيبا ثم بارك لنا فيه ومن علينا بالخشوع في الصلاة والدعاء وبالجد والإتقان في العمل والبناء على طول بسرعة فربنا يا رب يتقبل مننا كده الصيام والقيام ويتقبل مننا يا رب الدعاء ويستجاب كل دعاءنا ان شاء الله يا رب ويعننا كده ويقوينا ان شاء الله على الطاعة في الأيام اللي بقية ويبلغنا يا رب اللهم أمين ليلة القدر كده وكلنا بألف خيه نهاردة بقى حبيت ان انا عمل معاك وحاملوا المصحف الأمر ده هنعمله مع بعض كده بالكارتون بطريقة برضو سهلة وبسيطة خالص بس الأول بقى قبل ما ندخل في أي تفاصيل في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكمان تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي أنا بنزلها وكمان لو انت جداد معايا في القناة نورتوني وشرفتوني خدوا جولة كده برضو في القناة وان شاء الله هتلاقوا فيديوهات حلوة جدا تعجبكم وكمان ما تنسوش بقى تكتبوا لي تعليق حلو كده لان حقيقة تعليقاتكم بتفرحني جدا وكمان بتشجعني كده ان انا صور معاكو فيديوهات اكتر يلا بينا بقى نبدأ الفيديو كده ونشوف تفاصيل ايه الحامل بتاع المصحف اللي احنا هنعمله مع بعض والحاجة بقى كده بدأت ان انا استخدم قطعتين من الكارتون بصوا بقى المقاسات اللي انتوا حابين تعملوها هو المقاس معايا بصراحة كان صغير لان المصحف عندي صغير بصوا بقى كمان الكارتونة بصراحة اللي كانت معايا دي كانت تخينة جدا ومحملة معايا وكويسة جدا بس عايزة اقولكم ان انا بعد ما استخدمتها وبدأت ان انا حط عليها المصحف بصراحة بدأت انها برضو ايه تتعوج مني شوية صغيرين كده فنصيحة مني برضو يعني ممكن تحطوا مثلا طبقتين من الكارتون يعني انا اقتنعت ان الكارتونة تخينة فهتبقى مساعدة معايا شوية بس لأ لما بدأت ان انا قص كده ولزق الاجزاء كلها في بعض حسيت انها برضو ضعيفة معايا فان شاء الله برضو ايه بس انا كنت لزقت بقى الورق اللي عليها وزبطتها وخلاص فما عرفتش ان انا تصرف فيها فبصراحة سبتها بس ان شاء الله المرة الجاية هعمل ان انا ايه كارتونة مثلا تخينة مع كارتونة مثلا رفيع شوية حتى هتاخدوا بالك وانا بقص اصلا الكارتونة الكارتونة يعني عريضة معايا وتخينة جدا انا كنت بقصها اصلا بصعوبة جدا بس مش عارفة ليه لما حطيت عليها المصحف حتى المصحف صغير مش تقيل برضو قوي بس لما جيت احط عليه بصراحة حسيت انها تعوجت معايا كده شوي فنصيحة مني برضو ايه كطروا الكارتون برضو يعني على قد ما تقدروا بحيث انها متوقعش مثلا المصحف معانا او كده فانا كده رسمت كمان شكل الجامع اللي انتوا شايفينه ده رسمته على ورقة كده بره الاول وبعدين بدأت ان انا احطه كده على الكارتونة اللي هي موجودة معايا وقصتها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عملت شكل الجامع على الكارتونتين اللي معايا وانا قصت بقى الكارتونة التاني كمان الخطوة اللي بعد كده بدأت ان انا اعمل جزء صغير كده فتحة صغيرة علشان ابدأ ان انا احط الكارتونتين كده في بعض علشان تاخد بقى شكل الحامل كده معايا وتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وصلتوا بقى معايا في الفيديو للجزء ده ولسه بعملتوش اللايك نزله بصراحة حط اللايك وكمان اشتركوا في القناة ويلا كده نكمل بقى الفكرة بتاعتنا ونشوفها نكملها ازاي استخدمت بقى الورق دوت كان موجود عندي بصراحة كنت لسه جايبة رول منه فقلت خلاص انا هستخدمه كده هيكون برضو شكل حلو كده واخد الشكل اللي هو الخشبي فهيدي شكل كويس برضو للحامل اللي موجود معايا ممكن تستخدموا بقى اي ورق موجود عندكم كمان ممكن تستخدموا مثلا اي قطعة قماش قديمة موجودة عندكم برضو يكون لونها حل ممكن انتوا برضو تغلفوا بها كده الكارتونة اللي احنا عملناها هتدي برضو شكل حلو جدا في قماش كده بيبقى زي قطيفة يعني قصدي بيبقى فرو كده بس يعني ايه مش فرو قوي وحتى المتر منه برضو بيكون رخيص مش بيبقى غالي قوي ممكن ان احنا نستخدمه برضو هيدي شكل معانا كويس جدا بس انا حبيت ان انا استخدم الورق ده عشان بصراحة كان متاح عندي فقلت خلاص انا هستخدمه والشكل بتاعه برضو هيكون كويس هبدأ بقى ان انا حط كده الورق على الكارتون اللي موجود معايا انا برضو هوريكو كده جزء من الفيديو وانا بلزق الورق وبعد كده هبدأ ان انا اصرع برضو الفيديو شوية علشان الفيديو برضو ما يكونش طويل معاك وقوي وكل بقى الاجزاء الزيادة اللي موجودة معايا في قلب الورق من كل الاطراف دي هبدأ ان انا قصها كده وابدأ ان انا اتنيها بقى من جوة على الكارتونة وهلزق كمان في الظهر بقى بتاعها ورقة برضو بحيس ان انا غلي في الكارتونة خالص وما تبقاش باينة معايا الجزء بقى الصغير اللي انا قصيته في الجنب ده برضو هدخل فيه ورق صغير كده وهبدأ ان انا افتحه فتحة صغيرة مش هيبان شكله خالص وهيبقى الشكل برضو بتاعه كوي هخلص انا بقى الفيديو كده كله وهبدأ ان انا لزق كل الورق على الكارتنتين اللي احنا عملناهم مع بعض وهبدأ بقى ان انا ادخلهم كده ببعض عشان زي ما بقولكو ياخد بقى ايه شكل الحامل بتاع المصحف اللي احنا عايزين نعمله مع بعض ايه الفكرة بتاعته سهلة وبسيطة خالص وزي ما بقولكو طلع شكله حلو جدا هي بس المشكلة اللي كانت معايا ان الكارتونة بعد ما قصتها الجزء اللي هو فيها من تحت الجامع اللي فيها من تحت ده بدأت انها تضعف معايا شوية ما بقتش محملة برضو كويس فانتوا ممكن تستخدموا اكتر من كارتون وده كده كان الشكل بتاعها النهائي حقيقي شكلها والله تلاح حلو جدا بصونا زي ما انتوا شايفين كده الكارتونة بتاعتها متنية من تحت كده من ناحية الجامع ده اللي انا بقولكو عليه يارب يكون الفيديو النهاردة عجبكم وتنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها واستنوني ان شاء الله في الفيديو جديد وده كرات العيد بقى ان شاء الله ونعمل روتينات حلوة جدا